اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسبب ظروف يعني يترك الشركة يسوي لها يعني بس عموما هاير فريز اكو هاير ليافس طبعا بالشركات اللي انا احبيت دائما يعني دائما اقول لهم انو انواز نرحب بزيت نتكمل الموضوع بعدنا زيت لونك الحمد لله شنوني إبراهيم اي فريد اقول انو هواية يعني تيك كمباني سوا بضيئة بسبب انو هواية سوا وبعدين اكتشفوا انو اللي اشتغلون عليه مراد له هواية ناس فقام يطلعون بس عموما عموما الوضائف في امريكا كندا يعني موجودة وقائمة وارقام زينة يعني حاليا انت شن رأيك وحشينا على كندا ايها موجودة يا القصة بكل مكان اول شيء بسنة 2021 بعد ما خلصنا من جاعة كورونا واجه اللقاح وتلقحها والعالم بدأوا العالم يطلعون ويسافرون ويروحون المطاعم ويسوون اكتشفات نشاطات مو مثل قبل طبعا لانو صار عليه مثل حاجة انو الناس يتطلع تتونس شايفش لون فالشركات لما شافوا هيتش سووا هايرين حطوا هواي ناس بس بنفس الوقت بنهاية سنة 2021 الى طبعا خلال كل سنة 2022 صار لنا تضخم عمني اللي هو وادى الناس وادى الدنيا كلها الله وكيلة يعني اكو ناس هسا حاليا ما يقدرون يشترون يا بنزين يا اكل شايفش لون فلما شافوا الشركات انه البنك مثل ما قلنا من قبل لانه البنك المركز يطلع الانترست على الناس فالناس بطلعوا يطلعون بطلعوا يسافرون اذا اريد واحد مثلا يشتري تلفزيون بعد ما قرر يشتري تلفزيون فلما شافوا انه اكو شوية سلاوني داعوا انه الناس بطلعوا تشتري مثل قبل يسوا حتى ينزلون من مصاريف الشركة يطلعوا العمال صحيح وهذا الشيء نشوفه حتى في يعني الاسعار دا تغلى في كل مكان طبعا طبعا خلنا نحكش على اوروبا اوروبا يعني صحيحة اوروبا حاليا اقتصادها كل شيء يعني خلنا نقول نازل بس من ناحية السياحة اقتصادها انتعش ليش؟ لانه الدولار صار قريب على او احسن من العملة الاوروبية العمل الاوروبية فهوية ناس يعني دا تنتقل تتنقل بكل مكان فايضا اقتصادها يعني شوية انتعش نرجع لامريكا وخصوصا هاي المنطقة اللي انا عايش بها حاليا اللي هي في اورلاندو فلوريدا دا شوفه هواية ناس يعني ساكن يم الجامعة دا شوفه هواية طلاب يشتغلون شغل شغلين ويدرسون شوفه الكفاحة يعني ممكن يعني دائما اقول لكم تواصلوا ايايا عندي هواية تجارب عندي هواية حاجات ممكن يفيدكم بيهم حتى طل اكو زيد اكو طلاب سعوديين من السعودية جايين هنا يدرسون خلنا نقول بعثات من بلدهم خلجان زين بس دايش طالون دايش طالون يعني انه اكو يعني اكو اشغال وايضا قضية كفاح بالموضوع انه ناس دا تجمع فلوس ناس دا طموح مو بس تدرس تحصر شهادة الجيل هذا الجديد احنا انا في امريكا دا يتعلم هواية امور فعنده هواية يعني فريت فليش تغل واللي عده كفاحة وعده يعني خلنا نقول دائما خطة عمل لازم يبدي يبدي من مكان سواء كان دراسة او حتى بوث فسر اكو فما عرف زي دايش شوفت بكندا شوف احنا ابراهيم انا وياك ناس صغار الله وكيدك تعال نسمع الناس الناشخين بحياتهم اللي هو واحد من اغنى الناس بالكولولارية كلها اللي هو اسمه جيف بيزوس اللي هو يملك شركة امازان يعني اغنى من ايلان ماسك لا لا مو اغنى بس جدا غني هو اكيد اكيد طبعا اكيد وما لا حق اخر فلوسه بحياته ومحتار اشتركة امازان بالها المقابلة بالها المقابلة قال انه قبل اسبوع عشر تيام قال انه اعتقد الاقتصاد رح يدهور اكثر من ما هو عليه فاذا انت انسان اذا تريد مثلا تشتري سيارة جديدة لا تشتري اذا تريد تشتري تلفزيون لا تشتري اذا انت بزنس صغير لا تشتري اي شي تريد تطوره بزنسك خلي الفلوس عندك وضمهم وشوف اش رح يصير بالمستقبل تعرف هذا منه هذا اللي يملك شركة امازان تعرف هو الشي يبيع بالامازان يبيع هو التلفزيونات يبيع الالعاب يبيع كل شي للعالم وقاعد يقول لهم يا بل لا تشترون اغراضي لانه يمكن الاقتصاد رح يدهور بسنة 2023 اكثر من ما لازم اختلف واتفق شتري بعد اكثر انا عندي عندي رأي رأيي ووجهة نظري انه الانسان يازم يقسم حياته الى قسمين اول شي والسكندري والسكندري شنه الحاجات المهمة انت اساسياتك في الحياة اللي هو طبعا الاكل الماء ممكن التلفزيون زيد عند بعض الناس ممكن هي البيت عند بعض الناس البطانية السيارة بس بس اذا اكثر مثلا سآني خلنا نقول عندي سيارة افكر اشتري سيارة ثانية لا ما يحتاج انه حاليا مو خلنا نقول الوقت المناسب صحيح انا اتفق بهذا الشي فالانسان لازم يكون النسان الناجح يقسم حياته الى قسمين طبعا هي المشكلة مهنة المشكلة انه يعني حتى الانسان نحن ندور على هاي الحاجات ابرائيم عفو على المقاطعة انا روح انا قلتك اتقاطع ايدي القاطع هذا جيف بيزوس اغنى واحد بالعالم واحد من اغنى الناس بالعالم يملك شركة بيع اغرار للناس هذا الانسان حاطط صبعة على النبض الاقتصاد العالمي يسوت لما يقولك انه لا تشتري لا تصرف معناته اكو ان وما طول اكو دخال معناته اكو رح اسألك رح اسألك ش رح تتوقع بـ 2023 اللي هي بعد شهر تقريبا لا خنحكي شوي قبل ما نحكي عالو ش رح يصير بـ 2023 لا تنسى انه هواي اكو اغنية استثمروا في البيتكوين وقالوا البيتكوين هي العمنة البطيخية والمدريشين وناس كبار اللي هو انت تعرفه مستر ويندرفو هذا اللي انت تحبه تعبده لا استغفر الله الشاقبك تحبه بس ما يعني ما تعبده فداقل انه انه كوائي ناس يعني ناجحين وغنياء هطول هذا المثال بس كوائي غنياء يعني يعني دائما كان عندهم توقعات بس مو شرط انه توقعاتهم دائما تكون صائبة والتظر محق انه امازون جيف جيف بيزوس عنده عنده معلوماتك هاله شركته قاعد يقول لك لا تشتري من الشركته اكو انه يعني هاله شركته تبيع تلفزيونات ألعاب بطانية غسالة مايكرويف فرن ويبيعون كل شي قاعد يقول للناس لا تشترون من عندي من شركتي لأنه يمكن الاقتصاد يدهور في سنة 2023 وهذا الشي صحيح تعرف ليش لأنه معظم الناس هسه متكلين على النظام مال الدين اللي هو من خلال الفيزا من خلال الماستر كار من خلال الامريكان اكسبريس الدين حوالي وصل مية وخمسين بليون يعني دت على كل امريكا فقط هاي بامريكان اعرف من هاي اكثر بحوالي 80% من قبل سنة او ستنين اعنا اتفقوا ليش لأنه العالم يريدون يطلعون يتونسون ويصرفون فاش راعي يصير هاس احنا اجتنا عياد الميلاد كل الناس راح تنبسط وراح تقعد وراح تشتري ألعاب وأشياء وأمور بس يجي لك الشهر الواحد والثاني والثالث هنانا الضرر راح يجي لأنه بعد ما حد راح يشتري ما حد راح يطلع ما حد راح يصرف وعدهم ديون يعني recession اللي هو اللي راح يسير بالاقتصاد حينضرب بطريقة يعني جدا جدا قوية يابل ما نتوقع اشه راح يصير زيد انا اتفقوا ياك انه خلنا نوضح شي للمستمعين بامريكا هنانا اكو عياد الميلادة اللي هي فترة الـ 11 و 12 ناس تطلع تسوق اكو عدة قوائم تسوق هدايا وما هدايا ودائما متعودين الاسعار نار عسراني مثلا احنا السبابة للسبوع كان لكل حاجة اسمها black friday اللي هي sale وما sale وثانجزجيبن وهي حاجات معروفة ايضا بامريكا عساس انه deals وما deals الله وكي لكرحت محلات ماكو لا deal ولا بطيخ اسعار مرتفع حاجة زينة قيمتها مرتفعة الشي النازل بالاسعار والحاجات اللي احنا يعني ما نحس تعملها اصلا حاجات قديمة ممكن نازلة او انه هم رفعوا الاسعار وطقوها يعني حاجة سموها سكام مثل صار فماكو صدق سيلز فهو مع كل مع كل اللي يصير الناس ده تطلع ويشتري لانه لازم هذا متعودين ثاني شي اكو فترة اخرى موجودة في امريكا وكندا هي فترة التاكس 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 اللي من شهر التالث يمكن الى الرابع وطبعا اكو اكثر بس هاي الفترة الناس يروحون للقوفرمنت ويسوي عبون بياناتهم زين انه يرجع لهم فلوس بنهاية السنة انه هما يعني ما عادوا فلوس اي وقت وقت الضرائب وقت الضرائب فيرجع لهم فلوس هاي الفترتين يعني يعني من ناحية الكالندر شوف يعني الشهر الثاني 12 وشهر الثالث وشهر الثالث يعني يصرفون فلوسهم بشهر الثالث ويقبضون فلوس بشهر الثالث فهاي الفترتين دائما هم متعودين عليها فالصرف رح يتم غض النظر عن اللي حيصير بالاقتصاد هذا رأيي بس إبراهيم مو كل الناس يرجع لهم ضرائب يصرفوها مو كل الناس هاي وحدة اثنين معظم الناس مثل ما قلت لك قاعد يشترون من خلال الدين اللي هو من خلال الفيزا والماسر اي هذا الدين قاعد يتراكم عليهم والانترست لأنه المحطوطة من البنك المركز الامريكي جدا جدا عالية يعني إذا عندك عشر تالاف إذا عندك عشر تالاف دولار قد يعني ضائبها يعني إنترست عليها هواي حجي الرياضيات هواي عليها هي شوف أنا متفقوا ياك أنه حتى حتى بفور بندمك بفور انفليشن الشعب يعني خلنش على الشعب الأمريكي متعود أن يعيش على الكريدي كار زين متعود يعيش بايشك تو بايشك يسمونه اللي هو يأخذ الدخل ماتك الشهر ويصرفه كله هس يعني خلنقول مع الانفليشن صار أسوأ أكيدك وصار ديون أكثر ما اتفقوا إياك أنه هواي ناس يعني أشبه بالإفلاس مفلسين بس مع ذلك داي داي يحاولونك وشتط طرق وطرق مختلفة هس نيجي للمرحلة الثانية ندتش بيها شو رح يصير بالاقتصاد بل فيم 23 شو نرايك مثل ما قلت لك رأي لأنه الناس صرفة هواي ومعتمدة على الدين ومعتمدين على الفيزا لوما ييجي الشهر الأول والثاني والثالث الدنيا باردة والشركات قاعدة يعني ما تخبر الناس هاي باردة يمك هاي مو بس يج أكيد من مقاطعة مقاطعة من كنال الأمريكي تختلف بس اللي راح يصير إنه معظم الناس لا راح يطلعون لا راح يشترون ولا راح يستثمرون بأي شي لأنه كلها عدها ديون وكلها راح تقعد ببيوتف فلما يصير هاي الحالة شو راح يصير راح يصير مثل توقف بالاقتصاد اللي هو معناتها معناتها إنه إذا شركة مثلا تسوي بطل ماء تنتج مليون بطل ماء بالشهر ممكن هسه تنتج 500 ألف بطل ماء بالشهر ليش لأنه الناس مثل ما قلت لك راح تبطل تطلع راح تبطل تشتري راح تبطل تصرف ساعة يعني التضخم هذا راح تطرد عمال من عدهم أو بالضبط مثل ما تقول التضخم هذا الذي يصير راح يتحول إلى ركول ما لا علاقة بالتضخم ما لا علاقة بالتضخم مثل لأنه الناس قد يصير راح تهديون هواية نا نا زيد جاية راح يبطلون نشتون شي هدي شوي هدي شوي هدي شوي جداً لأنه العالم بعد ما راح يطلبون خدماتي مثل قبيل فعنا راح أتأذى شايف يشتون فعنا دار دا وضحها أنه أكون ركود اقتصادي والله يساعد ويكون بالعون طبعاً كده أكون ركود اقتصادي أشوف أنه هاي زي تعتبر مرحلة يعني بصراحة أنا حتى واحد ما يحكي واية أنه هاي المرحلة أنه خلال السنتين الجايات اللي هنا ليس نقول سنتين العلاقة بالسياس والسياسة الناس يعني تحاول مثلاً للسياسة الحالية بأمريكا تحاول أنه هاي الأرقام ما تصعد بعد أنه تحاول تنزلها ما أتوقع راح ينجحون أعتقد راح توصل إلى أرقام خيالية خلال السنتين الجايات بس أتوقع أيضاً هي مرحلة للشركات الشبيرة بس الشركات الشبيرة تاكل الشركات الصغيرة بوضوح الشمس والشركات الصغيرة راح تعاني أكثر وأكثر وبالتالي الشركات الصغيرة يعني نتمنى كل الشركات الصغيرة خاصة الشركات الانديويجولوم اونرز يعني مثل شركتك إنه دائماً تزدهر بس إنه هذا الواقع الواقع انه الشركات الشبيرة هي اللي راح تنمو لأنه هي المتحكمة هي اللي عندها هي اللي عندها هي عندها التسويق هي اللي عندها مثلاً سوشيل ميديا هي عندها الباور بصرف الفلوس إنه تجيب عمال تتوخر عمال بكيفه يعني فأشوف أنه نهاية هي تشعة توقع أنه خلال سنتين جاءت أنه هؤلاء شركات صغيرة تروح وشفنا هذا الشيء حتى بالتك كمباني زي بالتك ستارت أبس كمباني هؤلاء شركات لم تنجح وهذول أصحاب الأونرز بالسي او مع التك كمباني صاروا ويدورون على أشغال في شركات أديادية وعادية بسبب أنه أكيد أكو أسباب غير الانفليشن بس يعني بسبب قلة الخبرة والسؤال بس أنه عدم النجاح عدم التوفيق عدم أنه البرجيكشن شو رح يصير في هاي المرحلة فإن شاء الله إن شاء الله يعني أتمنى أتمنى أنه هذا الشيء ما يصير بس الكل يتوقع أنه رح يصير كراش أنا ما أتوقع رح يسكون الكراش مثلا البيوت أبدا ما أتوقع أنه أنه أسعار البيوت رح تنزل نزول خرافي السبب جدا واضح لأنه هواية شركات شبيرة قامت تستثمر بالبيوت وعندما يأتي بيت خلالي يقول becomes available for sale تينوكل تيجي شاركة شبيرة وتأخذها ثانيا ده شي لك واقع من فلوريدا بك فلوريدا ماركت ماركت أكيد يختلف بس ايه طبعا هاي بفلوريدا بأمريكا ممكن تكون صح حتى بأمريكا بس تتعرف إبراهيم أكو عندنا صار قانون بكندا حطوا فريز تجميد على كل الشركات من برا كندا تشتري بيوت داخل كندا لأنه كان عندنا هواية ناس مثلا من الصين يشترون بيوت بكندا وهسا وقفوا وحطوا عليه تجميل هذا الموضوع فلما لما صار لسنة هذا زير هل إلى تأثير صار لتأثير بالسوق الكندي؟ شوية شوية ايه شوية بس أنت هسا حطوية أنه الناس بعد ما تريد تصرف أصلا إذا تقدر تصرف ما تقدر تصرف خلي هذا المناخ وية أنه ما عندنا استثمار خارجي اللي بسعار البيوت رح تنزل أنا قاعد أسمع هسا بالأخبار يمكن تنزل 10 إلى 20% كندا شوف أنا إذا نشع على ممكن نشع على أسواق البيوت في حلقة ثانية على المهم نشع على الاقتصاد بشكل عام بشكل عام أنه إذا تريد تجي لأمريكا وكندا أكيد دائماً أكو فرص موجودة قدامك ودع شوف أكو أنا نقدر ننقل لكم دائماً خبراتنا وتجاربنا مع الناس هاي نقل الخبرات والنالج هاي كلش مهمة فتواصلوا إيانا دائماً تواصلوا إياي ونحاول نرتب أموركم أكيد الرزمين لينكتين هاي السوار فكلش مهمة دائماً الناس تنظر للخبرة والأخبار ما تنظر للتايتل اختلفنا من هاي المرحلة راحت مالأن والله أنا شو السيي او أنا شو نت مانجر لأ أنت شونه سويت تجربة كلش مهمة السكيل ست ما تتكشينيه فأكيد دائماً أكو فرص في كندا وامريكا وإذا قدرت تواصل أكيد تواصلوا إيانا زيد آخر كلمة على الاقتصاد بشكل عام صحيح الاقتصادي يمكن يكون مروع بالكلام اللي حتش هي تقاني هسه وخاصلاً كإنسان يملك بزنس بس أعتقد خلال السنتين جايات أعتقد 2024 إلى 2025 رح يصير ازدهار غير طبيعي يعني أكو ضواب نهاية النفق حلو أكيد أكو أسباب سياسية ممكن طبعا هنا في أمريكا يحجونه ويعبرونه هواية ويوصل للحتي فلما يوصل للحتي ناس تطيح ناس على العموم إذا أعجبتكم الحلقة تعرفون شي سوون تواصلوا معنا شكرا زيد وإن شاء الله نشوفكم بالحلقة الجاي شكرا جزيلا مع السلامة